قال تقرير حقوقي إن التحالف السعودي الإماراتي استهدف عمداً المختطفين الناجين من قصفه لسجن كلية المجتمع في محافظة ضمار مطلع ستمبر الماضي ومن نجا منهم لاحقته رصاصات ميليشيا الحوثي جاء ذلك في تقرير أصدرته رابطة أمهات المختطفين فرعة عز أمس تحت عنوان القبر الكبير وفقاً للتقرير فإنه وفي اليوم الأول من ستمبر الماضي قصف الطائرات التحالف مبنى كلية المجتمع الذي يحتجز فيه الحوثيون 182 مختطفاً بسبع غارات تركزت على المبنى الذي يتألف من دورين وكذلك الساحة المجاورة له أخطر ما ورد في التقرير أن الطائرات استهدفت أيضاً الذين حاولوا النجاة بحياتهم بعد الغارات الأولى ومن تمكن من الفرار فعلاً استهدفته رصاصات عناصر الحوثي مشهد مروع أسفر عن مقتل 137 مختطفاً وإصابة 45 آخرين جريمة مزدوجة كأن الضحايا فيها كانوا هدفاً واحداً لعدو مشترك لكن هكذا رأى البعض ما جرى الحوثيون يجمعون الضحايا في سجن ما ثم تأتي الطائرات لتقصفهم ولا يكون في الضحايا حوثي واحد ذلك ما جرى وتكرر في أكثر من واقعه كما حصل للمختطفين في سجن هران بذمار في مايو 2016 ثم سجن الزيدية في الحديدة الذي استهدفه التحالف في أكتوبر من نفس العام ما أدى لمقتل أكثر من 110 وجرح آخرين كان يكتضوا بهم السجن كذلك القصف الذي طال سجن الشرطة العسكرية بصنعاه في ديسمبر 2017 وأسفر عن مقتل 38 نقلهم الحوثيون إلى موقع القصف قبلها بأيام هذه المعطيات لا تزال بحاجة للتحقيق من جهات محلية ودولية لضمان أن لا يفلت الجنات من العقاب سنكون بحاجة لتقارير تشبه تقرير القبر الكبير للكشف عن ملابسة استهداف السجون المكتظة بالمدنيين المختطفين ولا بد لطرف أن يتحمل المسؤولية الكاملة